هذه الأمسية بتنظيم ورعاية من المجلس المحلي والمركز الجماهيري في البعنة وكذلك اتحاد الأدباء الكرمل 48 ومؤسسة الأسوار في عكا وللحديث أكثر حول المرحوم الشعر حنة إبراهيم إلياس وحول هذه الأمسية ينضم إلينا من البعنة في بث حي مباشر بروفسور وفاء إلياس مساء الخير بروفسور وفاء مساء النور بداية حدثينا عن هذه الأمسية ماذا تتخلل من فقرات أخت وفاء الأمسية تتخلل تقريبا 15 كلمة من كتاب وشعراء والشخصيات اللي واكبوا عمي واللي بعرفوا عمي منيح اللي كتير حبوا يكتبوا كلمة إجلالا لذكره وإجلالا لأعماله الأدبية والشعرية والنضالية في مسيرته بالحياة كيف تقيمين الحضور اليوم كيف هو الإقبال على هذه الأمسية التأبنية هل مثل ما تريدون يعني أم أن انتظرتوا شخصيات أخرى الصراحة الحضور ممتاز جداً ونظراً للظروف الحضور أكتر من المتوقع الصراحة ظروف الكورونا والوباء اللي اليوم كلياتنا احنا عايشينه القاعة ملياني الصراحة كمان شوي يبعدش فيه محلات للناس اللي بدأتوصل تقعد يعني احنا بنشكر كل إنسان اليوم إجا وحضر هذا التأبين وطبعاً من هذا المحل بدأ أشكر كل الناس اللي ساهموا في إنجاح هذا التأبين وهذه الذكرى حدثينا عن المرحوم حنى إبراهيم الشاعر والأديب كيف كانت بداياته وما هي أبرز مؤلفاته أول شي حنى إبراهيم هو عمي الخي الباي وهو والد زوجي فهو حماي فهو كان بالنسبة إلي أول شخصياً كان لإلي العم الأب والصديق وبظن حنى إبراهيم كان الأب والصديق لأهل البعنة جامعة ولهذا الوطن فحنى إبراهيم ولد في بيت فقير جداً كان إنسان ذكي جداً كان دايماً إنسان بارز أساساً بالتعليم كان بارز بالتعليم دايماً كان يحب الكتابة من أيامات التنوية كان يكتب الشعر ويحب يكتب القصص حياته كانت كتير شاقة وكتير صعبة ولد زي ما قلت في بيت فقير كان عانى الأمرين ما كان فيه إمكانيات شغل وأي إمكانية شغل حاول يوصلها كان يفشل فكان الوضع مش هوين وآخر إشي حالة في الحظ ويشتغل كمدرس في البوليس أيامات الإنجليز ومن هناك بدي شوق طريقه كان فيه بعدي إقامة دولة إسرائيل بدي صارت انتسب للحزب الشيوعي ومن هناك بديت مسيرته النضالية وطبعا وسيرته النضالية كانت معها مسير شاقة جدا بالعمل لأنه كان عمي كل مجالات العمل بسبب النضال مع الحزب الشيوعي تقريبا مقفل اتجاهه فاشتغل بالمحاجر واشتغل بجريد الاتحاد وآخر إشي آخر عمل لإله اللي هذا برفع راس هذه البلد اللي أنا برفع راسي بالبعني بسبب انتخاب حنى إبراهيم كأول رئيس مجلس محلي بما إنه إنسان مسيحي والأكترية هي إسلام هذا بفرجيك شو هاي البلد وشو معدن هاي البلد إنه ينتخب إنسان اللي هو من أقلية دينية كرئيس مجلس لهاي البلد طيب على ماذا ركزت طبعا حنى إبراهيم في عدة مؤلفات نعم أنا أريد أن أسألك عن هذا بالذات يعني عن أعماله الشعرية والقصصية ما هي القضايا التي كانت حاضرة في أدب حنى إبراهيم أدب حنى إبراهيم حكى قصة شعب اللي بقرأ أدب حنى إبراهيم بقرأ قصة الشعب العربي الفلسطيني هو يجسد هذا الشعب بقصصه اللي بقرأ ذكريات شاب لنما يتغرب حقيقة كتير سعب وأنت تقرأ تقدر تدشره وأنت تقرأ كتير بتغضب لأنك بتحس أنك أنت جزء من هذا الكتاب فعمليا حنى إبراهيم جسد ووثق قضية الشعب العربي الفلسطيني بإسرائيل سؤالي التالي أنت طبعا حددتين عن سنوات الكفاح ونضاد في حياة الشاعر حنى إبراهيم ما هي أهمية حسب رأيك بروفوسور وفاء أهمية تكريم الأدباء والشعراء في مجتمعنا العربي أول شيء مفروض فينا نعتي احتراما للأشخاص اللي عم بعتوا لهذا المجتمع من دون مقابل وحقيقة دايما كان عم يقول الشعر فيش من وراه مصاري وبتمنى أن الكلمة على الأل يكون إلى موقع للتغيير في هذا المجتمع يعني آخر فترة كنت أقول له عم يكتب لي قصيدي يقول لي عم القصائد صارت بس كلام القصائد بطلت تفعل بطل إلى تأثير عملي بالزمنات أيامات السبعين والثمانين لما كان عم يقوم يخطب ويحكي يقول للقصائد كانت الناس في صدل هذه القصائد بعدي هذا الفعل في رد فعل اليوم القصائد هذا الاشي اللي يعني عم يودع الحياة وكان يقول لي للشعر بطل في رد فعل للأسف الشديد طيب في النهاية طبعا بروفوسور وفاء إلياس نريد أن نسألك عن الأمور التي استحوذت على عقله وتفكيره طيلة حياته مآثره التي تركها لأهالي البعنة والمجتمع العربي بشكل عام أول شي بحب أقول أنه أول أهم شي لحن أبراهيم أنه كان واحد من الشخصيات اللي خلتنا جذور في هذا الوطن أول شي هذا أهم شي ممكن نحكي عليه طبعا نهيك عن الشعر وعن الأدب أحسن نحكي نحن نحكي عن أديب وشعر اللي اليوم كتير مهم لإننا نوثق هذا الأدب وهذا الشعر الشعب اللي ما فيه إلو تاريخ ما فيه إلو أدب هذا مش شعب فمهم لإننا نحافظ على هذا التراث بروفوسور وفاء الياس شكرا لك كنت معنا من البعنة شكرا شكرا لألكم شكرا